مجلس المنافسة جديدة من برنامج طاب إكو نستضيف رئيس مجلس المنافسة القاضي حسان القيزاني لنسأله العديد من الأسئلة المتصلة بمجلس المنافسة أهلا بك سيد القاضي شكرا مرحبا بك وشكرا على الاستغلافة السؤال الأول المطروح لو تعرف لنا المجلس إذن مجلس المنافسة هو هيئة عمومية ذات شخصية قانونية تتمتع بالاستقلالية وهي تتسم بالحياد والاستقلالية التامة المجلس هذا شنو دوره؟ شنو مهامه؟ أساساً نحن نحن نعطيه فكرة مبسطة للمواطن أساساً عنده دور استشاري وعنده دور قضائي بالنسبة للدور الاستشاري يعني تعرض عليه يعني هناك دور استشاري وجوبي هناك استشارات وجوبي وهناك استشاري اختياري إذن تعرض عليه نصوص واستشارات موعينة التي لها علاقة مباشرة بالمنافسة فجوبي أراءه بشأنها وهي أراء غير قابلة يعني للطعن وأما الأساس لديه كذلك دور قضائي دور قضائي يعني في نزاعات المتعلقة بالإخلالات بالمنافسة عموماً وسنأتي على ذلك يعني إن شاء الله تفصيلاً يعني يصدر قرارات قضائية وهي قابلة للطعن يعني بالاستناف أمام المحكمة الإدارية وهذه القرارات قد تكون مكسات حتى بالنفذ العاجل وأحياناً تكون يعني قد تتخذ وسائل تحفظية يعني أيضاً يعني أثماء نشر القضية يعني شبهة بنظام التقاضي العادي ولكن مجلس منافسة فيما يعني يتميز يعني يعني الناس بشتفهم يعني مجلس هو هيئة يعني مختلطة في تركيبتها هناك قضاء وهناك مختصين هناك يعني مختصين يعني في المنافسة وفي الشؤون الاقتصادية بالطبيعة يعني بالطبيعة الحال يعني يرأسها يعني حالياً يعني حالياً يعني رأسها يعني كقاضي من الرتبة الثالثة من القضاء العدلي هناك نائب أول من القضاء الإداري وهناك نائب ثاني من دائرة المحاسبات هناك كذلك أربع قضاء تم تعينهم وهناك مختصون يعني من مجالات متعددة يعني تركيبة ثارية يعني تمكن من صبر أغوار السوق يعني ليحط بشتة الجوانب سواء كانت قانونية أو اقتصادية يعني لهذه التركيبة لها ميزات يعني ميزات عدة المجلس باختصار شديد كذلك لديه هيكل بحث لديه هيكل بحث هاميس وهو يقوم عليه وهو الحقيقة الركيزة الأساسية للمجلس تتمثل في المقررين المقررين نظاما لديهم يعني يعملون تحت شراف يعني مقرر عام ولديهم صلاحيات موسعة صلاحيات بحثة صلاحيات يعني تحقيق في القضايا يعني لتقريب الصورة يعني هم شبيه هنا جدا بهيكل قضايا التحقيق لديهم لأنهم لديهم صلاحيات السماع لديهم إمكانية إجراء الأبحاث الموطنية لإستعانة بالسلطة العامة إلى آخره يعني لديهم صلاحيات بحثة كثيرة ويتمون تحت شرافة يعني تنتهي أعمالهم بقرارات ختم بحث تحالوا على المجلس الذي يبط فيها هؤلاء المقررون يعني يقومون بالبحاث سواف الاستشاري يعني يمكن أن تحال على المجلس يعني مطالب لإبداء الرأي يعني بخصوص عملية تركيز اقتصادي أو غير ذلك فيقع دراسة من هؤلاء المقررين ثم تحال على المجلس الذي يبدي رأيهم فيها ويحال على الإدارة المعنية وكذلك أو تحال على المجلس النظر قضائيا بعد سدعاء الأطراف وتلقي المرفعات والمحامين إلى آخره وتصدر القرارات بهذا الشأن يعني هذا باختصار شديد يعني وستأتي التفاصيل إن شاء الله مؤخرا صدرت العديد من القرارات ونشرت حتى على مواقعكم الرسمية بشأن عديد القطاعات هل توجد قطاعات مستثنية يعني من يعني مستثنية من البحث والتدقيق ملاحظة أولى تفرض نفسها في البداية يعني المجلس من ضمن مهامه هي يعني أن يقوم بالاشتراك مع وزارة التجارة بالوزارة المكلفة بالتجارة يعني بدراسة السوق يعني يقوم بدراسة السوق يعني هذه مسألة أولية هي هدف وهي في نفس الوقت أداة عمل بالنسبة للمجلس أن هذه الدراسة ستمكنها أيضا من آليات البحث للسقصة في القضايا المنشورة كذلك إذن وفي نتاق دراسة لهذا السوق في نتاق دراسة لهذا السوق يعني سيحيط بكافة جوانبه ولا نتقيد حتى بالجوانب الرسمية يعني بالجوانب الرسمية وكذلك حتى إذا كانت تحث عن سوق يعني بشكل غير قانون يعني المجلس مطالب بيعني وصول إلى حقيقة الأمر كما هو عليه الأمر في السوق فعليا إذن هذا بإذن سعي مشترك ما بين المجلس ما بين وزارة تجارة لتكوين يعني قاعدة بيانات مثل ما يجيبه القانون وبطبيعة الحال هذه الدراسة يعني تجعلنا نحد أهداف استراتيجية يعني الدراستنا هذه تمكننا من معرفة الخلل وتمكننا من معرفة الخلل وبالتالي كل ما وجده خلل في السوق كل ما فتح المجال للمجلس أن يتدخل كيف يتدخل المجلس؟ سوف يتعهد يمكن يتعهد بعريضة من وزارة المكلفة بالتجارة يمكن أن تحال إليه مثلا عريضة يعني من مؤسسة يمكن أن تحال إليه كذلك يعني من هيئة مهنية إلى آخره وكذلك يمكن له أن يتعهد تلقائيا يعني قد تفضي هذه الدراسة السوق لأنه قد يعين إخلالات فيتعهد تلقائيا عبر تقرير يحرره المقرر العام فيحال في مرحلة أولى على دائرة لدى المجلس التي تنظر وهنا عندما ستنظر لن تبت في النزاع لن تقول هناك إخلال أم لا بالسوق ستبت هل هناك شبهة جدية لوجود ممارسات مخلة بالسوق إذا توصلت لذلك فسيكون هناك قرار بالتعهد التلقائي من المجلس ويحال على المقرر للبحث وقد تفضي هذه الأبحاث إلى ثبوت هذه الإدانة كما قد تفضي إلى أن يعني هذا ما قد بدى للوهل الأولى كتصرفة مخلة قد يتبين لأننا سوف نستمع إلى أطراف سوف نتلقى مؤيداتهم سوف نستمع إلى محاميهم في أثناء البحث قد تفضي هذه الأبحاث إلى أن الممارسة كانت مبررة ومنطقية وليس هناك ويعني قد تصفر هذه الأبحاث على نتيجة مخالفة بطبيعة الحال يعني النتيجة الطبيعية لذلك أنه ليست هناك أي مؤسسة مستثنات وليس هناك أي قطاع مستثنى كلما تبين وجود خلل كلما كان مجال التدخل للمجلس مفتوح ولكن كذلك هذا يعني ماذا يعني يعني المجلس هذا لابد له من وضع استراتيجية التدخل لابد له من وضع استراتيجية التدخل فعلينا نحن حاليا يعني قاعدين نتدخل كلما جد جديد يعني هبط قرار معين لاحظنا تأثيره على السوق لاحظنا يعني وجود شبهة فيه فنتدخل مباشرة وفيما زاد إلى ذلك يعني هناك يعني جدول قاعدين نضعه يعني من خلال دراستنا للسوق جميع القطاعات يعني محل نظر للبحث في الإخلالات التي توجد فيها لكن يقع تتبعها وفق استراتيجية معينة يعني استراتيجية منطقية يعني عبر اتباع يعني القطاعات التي لها مساس مباشر بوضعية المواطن والتي لها مساس مباشر يعني بالمصلحة يعني مسحة الاقتصادية لقاعدة نصف المسحة الاقتصادية للوطن يعني هذيك بيش تكون مطبيعة عندها اولوية او لكن تدخل المجلس سيكون بإذن الله ممنهج وفق معايير شفافة واضحة من حيث يعني مجال التدخل ومن حيث عدم استثناء اي كان في هذا المجال يعني متى كان يعني تبين ضرورة تدخل في قطاع معين فالبحث يشمل كامل السوق ولا يستثني احدا يعني هذه مسرة واضحة بحكم خبرتكم في متابعة الملفات ما هي اهم القرارات التي تصدر في العادة يعني بشكل عام المجلس بعد ان تستكمل الابحاث ويضحال اليه تقرير ختم الابحاث ينظر ويصدر قرارات هذه القرارات تصرح يعني هل هناك ادانة هل هناك ممارسة مخلة بالمنافسة ام لا يمكن ان في البداية يمكن ان يقرر المجلس انه غير مختص او ان تكون الدعوة يعني مختلة لسبب او لاخر يعني يمكن ان المؤسسة ترفع فيتبين ان لا علاقة المثلة بالمنافسة نعم يعني المجلس قد يزع قرارات بعدم الاختصاص او برفضها لخلل المعين هذا نوعا اول من القرارات ولكن اذا رفضت الدعوة يعني لخلل شكلين معين فهذا لا يعني ان الموضوع قد انتهى لانه قد يفتح المجال للمجلس قد يرفض تلك العريضة ولكنه قد يتدخل تلقائيا متلاحظوا فيتدخل بمقدة تلقائيا يعني الرفض قد يفتح البجال ليفتح الباب لتلقائيا هذا نوعا اول من القرارات وكذلك القرارات الثانية قد تكون هناك قرارات بالتصريح بالإدانة يعني المجلس يقرر هناك ممارسة مخلة فمتى كانت هناك الممارسة المخلة فالمجلس يصرح يعني يصرح بالإدانة ويبدي رأيه هل هل يفتح المجال لتسليط عقوبة أم لا يعني يمكن تسليط إدانة ولكن لا يرى المجلس يعني وجاه لتسليط عقوبة في المجال ولكنه وإن رأى ذلك فيصلت العقوبة العقوبة هي يعني يعني يمكن له يعني أن يصلت خطية مالية تساوي كحد أقصى كحد أقصى يعني مش تكون الأمر واضحة هي 10% من رقم المعاملات المحقق أثناء السنة المنقذية من رقم المعاملات ولا أقول يعني لكي أكون واضحا ولا أقول من حجم الضرر أو يعني من قيمة ذلك الصفقة يمكن للمجلس أن يعتمد ذلك كمعيار موضوعي أثناء التخفيض لأنه عندما يأخذ وضعية يعني مش كل وضعية كل خلال بشبش 10% يعني يعني ربما أحيانا بعض القرارات تؤدي إلى لا المجلس يدخل بهنك يعني فما فرق يعني مؤسس ربما لأول مرة يعني تقع في خلل أحيانا يكون هناك عدم وعي كافي بقواعد منافسة أحيانا المؤسس مجرد أنك تفتح بحث تتراجع في قرارها مباشرة وتعترف يعني يعني إلا فما خطأ يعني هذا يكون يقع التقدير إذن الحد الأقصى كان للعقوبة هو 10% من رقم المعاملات ولكن يمكن التخفيض فيه هذا مجال مفتوح للمجلس المجلس كذلك يصدر قرارات يعني يلزم هذه المؤسسة وهذا القطاع وهذه السوق يعني بإنهاء الممارسة كذلك يعني المجلس يمكن لو أن يعني أذن يصدر قرارات بغلق مؤسسة نقتضى الحال إلى حين إنهاء الممارسة ومعه هناك أجال بالطبيعة الحالية ويقع احترامها فهذه يعني المؤسسة قد تكون مهدة حتى بالغلق إلى حين أن تمتثل إلى قرار الإنهاء إلى حين أن تمتثل إلى قرار الإنهاء المجلس هذه قرارات يعني تنهي مسيرة الخصومة ولكن المجلس عندما يلاحظ أن هناك تأكد فلا يمكن أن ينتظر يعني أن تنتهي كل هذا الأبحاث لا المجلس عندما يلاحظ أن هناك تأكد يعني يقر بها يصرح بهذه الصبغة المتأكدة ويتخذ وسائل تحفظية يتخذ وسائل تحفظية المشرع ما حصرش اجتهاد المجلس ما قالوش الوسيلة هذه أو تلك بالذات يعني فلديه الصلاحيات مطلقة في اتخاذ الإجراء الذي يراه مناسباً للتصدي لتلك الوضعية لتفادي هذا الضرر المحدق بالاقتصاد أو حتى بالمستهلك يعني يجب أن يكون وهذا القرار هذه الوسيلة التحفظية يدوم مفعولها إلى حين صدور القرار في الأصل ملاحظة أخيرة قررت المجلس هي قابلة للطعام بالاستناف يعني هي تصدر بعد استدعاء الأطراف وبعد المرافعات وبعد أن ننهي لهم نصها من الأبحاث قرار الأبحاث يتم استدعاءهم يتم الترافع وبعد ذلك يصدر القرار وهو قابل للطعام بالاستناف ولكن يمكن للمجلس كذلك أن يصدر قراره بالنفاذ العاجل وهنا يعني يكون هذا القرار قابل للتنفيذ قابل للتنفيذ مباشرة بغض النظري عن الاستناف القرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس خاصة فيما يتعلق بالمحامين أو كذلك بما يتعلق بتوزيع التن استحسنها المستهلك فكيف يمكن أن يكون لها انعكاس على سوق الاستهلاك في تونس يعني بالنسبة لقرارات المجلس بالطبيعة لها تأثير مباشر يعني على المستهلك فالمشرع يعني في القانون عدد 36 لسنة 2015 يعني وضع أهداف معينة اللي هي الحفاظ على التوازن العام للسوق للنجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك يعني رفاه المستهلك كان أحد الأهداف المنشودة من هذا القانون بالطبيعة هذه الأدوار يعني هي موكولة يعني في أوسندة جزءا من مهام يعني كفيلة بها لوزارة للوزارة المكلفة بالتجارة وجزء مهام أسندها لمجلس المنافسة يعني وزارة كذلك اللي هي دور في مراقبة الأسعار وفي الأخير وكذلك اللي هي دور حتى إجراءات تحفظية تتخذها لكن بالنسبة للمجلس المنافسة إذن القرارات هذه لأنهم كل قرار يتخذه سواء كان وسيلة تحفظية سواء كان قرارا في الأصل ففي جميع الحالات عليه أن يراعي هذا التوازن العام للسوق هذه النجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك وحقيقة لكي نفهم ذلك بوضوح أكثر يعني الموضع يعني المُشرع ربما معرفش يعني ما هي المنافسة وكيف تكون ولكن المُشرع يعني وضع لنا عنوانان بارزان قال حريت الأسعار حريت المنافسة أعطانوزون عنوين كبار حريت الأسعار حريت المنافسة بطبيعة نظف المبدأ ونظم الإستثناءات التي يعني تقتضيها الضرورة ولكن هذه العنوين الكبرى حريت الأسعار حريت المنافسة كيفاش مش تتجسم فعليا؟ المشرع أعطاك قائمة في التصرفات التي تعدوا إخلالات بالمنافسة قالك ها هو وقتاش يتسمى فم إخلال بالمنافسة إخلالات بالمنافسة يعني عنها أساس تجم تكون أعمال تجم تكون تحالفات تجم تكون اتفاقات سواء صريحة أو ضمنية ولكنها تشترك في كونها يعني هذية كلك موضوعها هي يعني إخلال بالمنافسة كيفاش يعني لأنها تجم تكون يعني يجم تكون هناك مؤسسات يعني تتفق قطاع كامل يتفق مع بعضه باش يرفع في الأسعار يعني أو باش تمنع شخص من دخول معاك باش يدخل معاك للسوق أو يعني وكذلك هناك صورة أخرى هامة هي صورة الهيمنة يعني أحيانا تكون هناك يعني من له الهيمنة على السوق الإشكال فين يعني أنك أنت تستغل هيمنتك تستغل هيمنتك يعني باش تحد من دخول شخص أخر باش تتميز حريف على حريف باش تعطيه شروط يعني تفاضلية يعني يعني إذا قلنا روحنا حالة تقاسم أسواق يعني هناك عديد صور يعني المشارطة عديد صور يعني للذكر لا للحصر عديد صور اللي فيها إخلالات من المنافسة وهي في جميع الحالات إذا كانت تحدثنا عن يعني احتكار إذا تحدثنا عن اتفاقات يعني كل كي هذا كل كي بتميعش يكون عنده تأثير مباشر على وضعية المستهلك فإذا المجلس يعني يدخل ويعيد هذا التوازن للسوق وله الإمكانية باش الاتفاقات هذه ينهيها والممارسات هذه ينهيها ويفسح المجال هذا الشخص لهذه المؤسسة لم يكن قادة تدخل للسوق باش تدخل للسوق فهذا وكل كي يحقق يعني منافسة مشروعة منافسة مشروعة دعني أنتقل إلى الدور المجلس على المستوى الأقليمي والخارجي هناك يعني ندوة مرتقبة في مجال المنافسة ستحتضمها تونس هل لك أن تقدمنا بعض البيانات حول هذه التظاهرة وكذلك على تحدي المنافسة الموجهة للطلبة الذي سيقام على هامش هذه التظاهرة بالفعل يعني المسألة عندها بعضين بالنسبة أولا المجلس من ضمن مهامه مطالب بنشر ثقافة المنافسة مطالب بنشر ثقافة المنافسة هذه مسألة هامة وكذلك يعني المجلس يعني منفتح بطبيعة على التجارب العربية والتجارب العالمية بشتى نواحها باش نشوفه يعني منفتحين يعني انفتاح يعني أحنا نفيده بتجربتنا الآخرين خصوصنا احنا سبقين يعني احنا الأقدم في تجربة المنافسة على الصعيد العربي يعني احنا بطبعنا نفيده بتجربتنا وكذلك نستفيد من تجارب الآخرين ونستفيد من تجارب الدول سوى العربية سوى شتى الدول العالم من ناحية الثانية بطبيعة في الإطارة ضاية هناك تعاون هناك العديد من أشكال التعاون الحقيقة فيها على الصعيد الدولي بالنسبة أحنا بلادنا تحتظن منتدى المنافسة العربي إن شاء الله المنافسة العربي الخامس يومي 22 و 23 مايو إن شاء الله في تونس ومنتدى هم سيستضيف سلطات المنافسة الدول العربية وكذلك يكونوا عنها عديد الأطراف المنتدى هم منظم بطبيعة إضافة لوزارة التجارة والتنمية إضافة لذلك كل مجلس منافسة ينظموه معنا اللاجنة المم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية الغرباسيا والانكتاد منظمة المم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والكوميسة السوق المشتركة الشارق وجنوب أفريقيا شارق وجنوب أفريقيا هناك منظمات دولية باش يكون فيه مجال للاستماع لخبراء دولين لسلطات المنافسة للدول الشقيقة وباش يكون هناك مجال هذا كل فرصة لإعطاء دفع للمنافسة لبلادنا ولمزيد أشعاحها وفي هذا الإطار وحبنا في طار نشرة ثقافة المنافسة حبنا كذلك قلنا نظمنا هذا التحدي الطلابي التحدي الطلابي التحدي الطلابي هذا يعني موجه يعني لفئة معينة يعني دارسي يعني القانون بطبيعة الحال يعني هناك طلبات موجودة في هذا المجال بشي قدموا وهو أحنا لدينا كذلك مساعي يعني بشيكون هنا يعني مثل هذه المنتدية الحقيقة تونظم في العالم ولكن نحن هنا مش نحال لنعمر إضافتنا الخاصة يعني قاعدين نسوب بشي نشركوا يعني اللي هي فئة متميزة في هذا المجال اللي هم يعني احنا worm يعني عمليين مساعين إن شاء الله يعني هناك تنصيق يعني هنا في هذا المجال يعني عمليين مساعين إن شاء الله بشي نشركوا حتى طلبة المعهد الأعلى للقضاء وطلبة المعادة الأعلى للمحامات ومن خيرة شبابنا في المجال القانوني وكذلك مشاركين كافة الجامعات سواء خاصة سواء جامعات حكومية سيكون المجال مفتوح لكل دارسي القانون والاقتصاد ورجال الأعمال بشي ديونه بهالمذكرة البحثية في مجال ناشطة ثقافة المنافسة وسيقع تكريم هالفايزين أظمه على هامش أشغال المنتداء بشي يكون فرصة لهالشباب أظمه بشي حرضوا في منتداء بهذه الأهمية وبشي يستمعوا بالفعل لناس عندها مجال هام وبشي يكون لهم فرصة انتلاقة جيدة إن شاء الله إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقة جديدة من برنامج طاب يوكو شكرا لك سيد حسين القزاني رئيس مجلس المنافسة على كل هذه الإجابات الشافية دمتم بخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر